السلام عليكم ورحمة الله ازايكم وعملين ايه النهاردة هعمل معاكم العجينة واحدة هنعمل منها الميني بيتزا وهنعمل منها كمان البتيه البتيه بالجبنة او باي حشوة موتيحة عندك يعني مش مشكلة اي نوع طبعا في الاول احب اقول لكم ان انا طبعا تأخرت في الفيديوهات عشان زي ما انتم معارفين اللي بيحصل اخواتنا في غزة احنا طبعا لا نملك لأهلنا غير الدعاء فاللهم احفظهم بحفظك وانصرهم على الاعداء الظالمين انك انت القادر على كل شيء يا رب العالمين ان شاء الله ربنا هنصرهم باذن الله طبعا انا هنا في الفيديو بوريكم العجينة طرية جدا وهشة وهوريكم ازاي عملتها مورقة بالشكل ده اول حاجة هنا معي كيلو لربع من الدقيق حطيت عليه كيس من الخميرة بفورية كباية مية دافع وعليها ربع كباية سكر اي نوع سكر عندك بس مهم انت يدوبيه في المية عشان السكر بس ما يبقاش حبوب في العجين معاك وده اي كنتي شغالة فيه بعد ما عجنت العجينة جبت 8 كيلو من الزبدة وحطيته لميت بالعجينة وتبقى العجينة معاكي طرية بالشكل ده طبعا سبتها تخمر شوية بعد ما خمرت بالشكل ده هبطتها كده بايدي طلعت منها الهواء الزيادة وبعد كده هحطها على السيليكون وهبتدي اقسمها طبعا انا هقسمها عشان انا عايز اعمل منها هاخد مصه هعمل منه الميني بيتزا والنص التاني هعمل منه الباتيه زي ما انتو شفتو كده في اول الفيديو طبعا الفيديو ده كان مفروض ينزل من بدري بس طبعا بسبب اللي حصل فمعرفتش هنزل حاجة كنا المساود انها نزيلها عشان اللانش بوكس وطبعا اللي ودي واجبة تنفع اللانش بوكس لبدل الصندوتيات او بدل الاكل اللي بتديه لولادك ده هينفحهم جدا ويبقى حاجة سهلة وخفيفة وان انت تصحي الصبح بس تسخنيها وخلاص الشكل الاول هنا اللي هنعمله مع بعض هنفرد العجينة كده على السيليكون بس طبعا بعد ما هنرشه دقيق عشان العجينة ما تلزقش وبعد كده هنا معي 100 جرام من الزبدة هستعملوا العجينة كلها لكل التشكيل التشكيل ده كله مش هياخد مني 100 جرام زبدة بس فطبعا لازم تبقى طريع عشان ما ياخدش منك زبدة كتير عشان تقدر يتوزعها بالشكل ده زي ما انت شايفة كده بالزبط بعد ما فردت كده العجينة بتبقى خفيفة خالص كده كأنك بتعمل فطير بس قدخن شوية وبعد كده هتطبقها كده زي ما انت شفتي بالشكل ده وهخليها شكل مستطيل كده انا عايز اقطعها مربعات عشان كل المربع هقفله على بعضه هعمله شكل مسلس فطبعا لازم بقطعها كده بالطريقة دي بالزبط اهم حاجة تمشي على الخطوات عشان تطلع معاك نجحة وبنفس الطريقة زي ما انت شايفة كده بقى في المسلس وبعد كده بقى طعب السكين عشان يبقى مسلس كله متساوي طبعا هنا معي الجبنة دي اللي هي الجبنة الرومي النباتي اللي انا كلمتوكم عليها قبل كده دلوقتي انا بستخدمها على طول لان هي دي اللي بيستخدمها المصانع وبيستخدمها الافران دلوقتي هحط عليها زتون طبعا هي ما فاش اي دهون نباتية بس ولا فيها زيت نخيل ولا اي حاجة دي متصنع يعني متصنع يدوي بنشا وبيض وحاجات وجبنة وحاجات كده يعني زي كأنك بتعملي اللانشون البيتي بالزبط وهتقفلي طبعا بالطريقة اللي فاتت وطبعا هنكرر في الشكل التاني ده انا هنا هعمل الكروسون فا هكرر نفس الطريقة تاني وهتبتدي بس هقطع مسلسات بس هتبقى العجينة عريضة شوية لازم تبقى العجينة اعرض وبعد كده هبتدي احشيها بالشكل ده كده وهتلف فيها شكل الكروسون بالزبط والحطة اللي هي على جنب دي دي كانت الاطراف بتاعتها نلمتهم على بعض وحشتهم برضو شايفين مورق ازاي من جوه وكمال لما تيجي هيجي استويها وتقطع هتلاقيه مورق معاك زي ما شفتيه في اول فيديو هنا هعمل الشكل اللي هو الحلزوني ده استنتهى بالشكل ده كده وبعد كده هبتدي اقطعها لغاية النص كده شرايت وهقفل كويس عشان اتجبنا ما تطلعش وهالفها شايفين شكلها عامل ازاي شكل حلو قوي يعني بيبقى طبعا بعد ما خمرت معايا هنا هبتدي ادهن وشها بالبدو اللبن طبعا فيه شكل هنا عملته اللي هو العادي ده انا عملته معاكم قبل كده اللي هو الاستوانة بعمل استوانة طويلة وبقطع شايفين شكلها حلو قوي ازاي طبعا ما تقفلوش الفيديو لان لسه فيه تكمل عشان نعمل الميني بيتزا ميني بيتزا اقتصادية ان شاء الله وهتعجبكم الطريقة جدا شايفينوا مورق ازاي وعمل طبقات جميلة طبعا كل الاشكالة تبقى بنفس الطريقة لان احنا عملناها بتوريقة من جوا بالزبدة وكل حاجة لو ما عندكيش زبدة تقدر تستخدمي السمنة عادي كأنك بتعملي فطير هنيجي هنا بقى عشان نعمل الميني بيتزا بالشكل الجميل اللي قدامكم ده هقول لكم برضو النص العجينة الثاني اللي احنا شناه هبتدي افرده كده مش هخليه ولا رفيع قوي ولا تخين قوي يعني لازم يكون السمك بتاعه مناسب بالشكل ده كده لازم افرده كويس بعد ما فردته كده هبتدي ان انا اشده كده من الجناب عشان اعرف اقطع بقدر الامكان يعني بكمية اكبر هاجيب معي هنا طبق اللي هو بتعرز بلبن او الحاجات دي وهتقطعي بيه طبعا متنسونيش في لايك وشير وتعليق جميل منكم عشان يدعبني والفيديو يوصل للناس اكتر من كده بعد ما قطعت العجينة بالشكل ده كده هلمها واشيل العجينة الزيادة ده هلمه تاني عشان هفرده تاني وعبال ما خلص دي يكون ارتاح بدهر الطبق كده من تحت او بشوكة او اي حاجة المهم ان انتي تعملي فيها اي كده فتحات علشان خاطر لما تعالش تاني معاكي في الفورن وتبقى تخينة احنا من شئ يعني عشان تحسي بتعمل حشو اللي جواها بعد كده هنا هاجيب معي الكاتشاب وهبتدي ادهن وشها عشان خاطر لما تيجي تحطي عليها الحشو بتاعها وتيجي تدخليها الفورن تلاقي الوش بتاعها الحمر من فوق هتفتحي بس عليها الشوية هتاخد لون الدهبي كده وخلص بالشكل ده كده هندهنها بفرشة بعد كده هنا معي فلفل وطماطم عايزة تحطي زتون اي حاجة انت بتحبيها اولادك بيحبوها حطيها خضار يعني بالشكل ده كده هبتدي احط الحشو على كل البيتزا شكلها بيبقى حلو قوي وطعمها جميل عندي هنا جبنا متزريلا بس طبع متزريلا حيواني عشان تسيح فيه متزريلا نباتي على فكرة برضو بس تبقى مش حلوة دي متزريلا حيواني عشان احنا عايزينها تسيح على الوش مش بتنفع التانية في البيتزا مش هتجيب كتير يعني شها الكمية صغيرة زي ما انتو شايفين كده بعد كده هنا هبتدي احطيدي اشيلها من على السيليكون وحطها بصانية وحطها تستوي في الفورن من حد ما تاخد معي اللون الجميل ده طبعا هتقدميها لأولادك تحطلهم في اللمش بوكس هتبقى سهلة معاكي هيطلعوا هيكلوا على طول مش هيبقوا محتاجين ان هم يطلعوا صندوتيات او يكلوا اي حاجة تانية شايفين العجينة طرية جدا ومستوية من جوه وطعمها حلو قوي مجربوها وقولي رأيكم في التعليقات وان شاء الله هتعجبكم وبالفهانة ما تنسوش تدعو الأخوات نفاذ شكرا 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 شكرا